السلام عليكم ضيق فتحة الرحم وتوسع فتحة الرحم مشكلتين بيواجه فئة كبيرة من النساء وكل مشكلة فيهم لها أعراض وأسباب وطرق علاج مختلفة عن التانية وهنتكلم في فيديو النهاردة عن ضيق فتحة الرحم ضيق الرحم ممكن يحصل بسبب تضخم الغضة القذرية أو بعد العلاج الكيماوي أو الإشعاعي وممكن يحصل بنسبة كبيرة بسبب الوراثة ومن علامات ضيق الرحم إن بيكون فيه ألم شديد أثناء العلاقة الحميمة وبيكون الرحم ديق وأصير وأرق من الرحم الطبيعي وده بيجعل عملية الجماعة صعبة جدا وأحيانا ممكن يحصل نزيف وفيه طرق كتيرة لإعلاج ضيق الرحم ومن الطرق دي استخدام أجهزة التوسيع بنبدأ بيدخال الأسطرة داخل فتحة المهبل والحد ما تصل لبداية عنق الرحم وبعدها بنعمل دفع للبالون اللي موجود داخل الأسطرة وده بيكون عبارة عن بالون مرن وآمن جدا وبنسحب حوالي 10 سنت محلول في جهاز النفخ وبنبدأ بحقن المحلول ببطء داخل الأسطرة وبنلاحظ انتفاخ البالون وبالتالي عنق الرحم بيبدأ يتسع وبعدها بنسحب البالون ببطء وبنقرر العملية دي أكتر من مرة وعلى فترات متبعدة لحد ما عنق الرحم يأخذ الشكل الطبيعي بتاعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر